موسيقى إذن إخواني الكرام أنا أعطيت لكم مثال هذا نموذج والنماذج كثيرة هناك مساجين من عام 92 وهم يعانون الأمرين جاء قانون المصالحة وذكرت لكم أنهم من حقهم الناس اللي تم اعتقالهم في الثنين وتسعين لم يشاركوا لا في مجازر ولا قنابل ولا اغتصبون النساء ولا أي شيء من حقهم الاستفادة من قانون المصالحة ولكن لأنهم ناس عندهم مواقف سياسية معينة خلوهم في سركاج يكلاهم المرض وهناك من توفي منه نذكر مثلا السجين عبدالي محمد عمره 58 عام سجين عام 92 وعمره أنا ذاك 29 عاما هذا الشخص توفي في السجن بعد معاناته مع المرض وهناك الكثير من من توفي في السجون في ظروف سيئة جدا وإهمال ولا يحصل بل أن الأمر ليس هذا فقط لو نعد ونحصي عدد المساجين الذين توفوا بسبب تعرضهم للتعذيب وقلة العلاج وكذا راهم بالآلاف ولكن لو عدنا إلى الفرحة الأخيرة نذكر نذكر أيضا محمد تمالت الصحفي اللي كان مقيم في لندن الذي عذب في السجن ودخلوا ناس مدنيين وضربوه في السجن وبعدين توفي في المستشفى وقضيته أغلقت وطويت لم تأخذ حقها من العدالة لأنه الذين تورطوا في قتله معروفين من أبناء كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة على الأقل زال نظام بوتفليقة افتحوا تحقيق في قضية محمد تمالت هناك أيضا نذكر في هذا السياق علالو حميدة علالو حميدة هذا كان ذراع أيمن مع حسن حطاب مؤسس جماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب الآن ينعم بالحرية التامة وهذا الشخص الذي تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب ما زال يقبع في السجون رغم أنه لم يشارك في جازر ولا شارك وضع قنابل في أماكن عمومية ولا اغتصب كان يعمل في إطار الدعاية الإعلامية لحسن حطاب وجماعة هانذاك الأمير مؤسس التنظيم راه حر طريق وذراع الأيمن ما زال يقبع في السجون نذكر أيضا لحمر عواد شخص أيضا معاق وهو يقبع في السجن أيضا وهو إطار في سناتراك وهو من جهة الغرب الجزائري وأيضا تعرض إلى ما لا يمكن تصوره من التعذيب نذكر أيضا دحومان عبد المجيد دحومان هذا اللي تهموه بأنه كان ضمن ما سمي أنا ذاك بتفجير الألفية وهذا الشخص أفرج عنه بقوانين المصالحة وبعد ذلك تدخلت الصفارة الأمريكية وتم استعادته مجددا إلى السجن نعم وتم التحقيق معه من طرف ضباط الأف بي آي جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وحققوا معاه في سجن سركاجي ورفض أن يتكلم مع عبد المجيد دحومان معروف أنه لا يجيب على أي سؤال يتفرج فيهم ويروح ما يجاوبهمش أصلا هو وعاد اللزبر وغيره أي كثير من الأمور الآن لما يجي المعتقلين بتهمة الانتماء والتحريض وما إلى ذلك في إطار الحراك الشعبي ويقولوا كل هذه الأمور ستصدق لأنه ما فيش هناك احترام للقوانين ما فيش هناك احترام لآدمية الإنسان في السجون نعم هذه هي الحقيقة لذلك أنا أرى أنه لما يتم التصعيد فيما خص قضايا معتقلي الحراك خاصة أنه هناك تمييز هناك تهم وجهت مثلا إلى فلان لأنه ينتمي إلى منطقة معينة لديها ثقلها ولديها قوتها ولديها شبكاتها يتم الإفراج عليه لفلفة القضية انتاعه وحكم مخفيف ويروح يروه ولكن واحد ما عنده من يدافع عليه تجده يبقى يقبع في السجن ولا حد يسأل عليه مشكلة في الجزائر هي غياب العدالة مشكلة في الجزائر عندنا قضا ولكن لا توجد العدالة لا توجد استقلالية القضاء القاضي ليست لديه سلطة أن يتخذ القرارات اللازمة بناء على القضية التي بين يديه هذه هي المشكلة العويصة التي تواجه سجون الجزائر لذلك أن مأساة المساجين خاصة من الذين من 92 ورواح لا يمكن وصفها هناك كارثة بمعنى الكلمة كانوا من المفروض هؤلاء خاصة في الفطرة الممتدة ما بين 92 حتى 95 وهما أكثر من 160 سجين كلهم لديهم آراء تتعلق بالانتمام إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنا ذاك وهو حزب كان معتمد وهؤلاء الناس لا يجرم القانون ولكن تم توقيفهم منذ ذلك الوقت ما زالوا يقبعون في السجون رغم أنه من حقهم الاستفادة من قانون ميثاق السلم والمصرحة الوطنية اللي اندار في 2005 وذلك كان عراب عبد العزيزي بتفلق هذه المآسي هناك مآسي اجتماعية يندل الجبين هناك عوائل تشردت والوضع الاجتماعي اللي خلفت تلك القضايا لا يمكن وصفه لذلك إخواني الكرام أن نقول بأن مآسي المعتقلين بسبب آراءهم وواقفهم السياسية في السجون مأساوية بمعنى الكلمة أن تأتي بواحد كاتب بوسط منشور حتى لو يكون ضد مؤسسة العسكرية ما بعدي المؤسسة العسكرية دخلت في اللعبة السياسية من حقه أنه ينتقدها لو أن المؤسسة العسكرية بقيت خارج الإطار السياسي مرحلة معينة قد أجزن لها هذا التدخل بطلب من الشارع الجزائري ولكن خلاص من المفروض تدخلت أنهت هذا الأمر تخلي الأمور اللعبة الديمقراطية تمشي مبين المدنيين الجنرالات يعودون إلى ثكناتهم ويمارس مهامهم الدستورية لكن أنه يبقى يوميا نشوفه في الجنرال شنقريحة في نشرة الثامنة من حق المواطن أنه يعبر على انتقاده لشنقريحة شنقريحة لو لم يأتي للعبة السياسية وراحوا الناس تكلموا عليه رحوا يولوا ظلموه هعطوني بعض الجنرالات نعرف الكثير من الجنرالات وأسماءهم ما دخلوا في اللعبة السياسية ولا حد يجبدهم ولا حد يعرفهم لأنهم مجاوش ما تكلموا في السياسة لا ظهروا في التلفزيون يخدموا في خدمتهم في وحداتهم وفي إداراتهم وكل واحد يروح لداره ولكن لما تيجي يوميا أنت تظهر مع الرئيس تلقي خطبات توجدها للشعب الجزائري فيها جانب كبير سياسي طبعا ما دم تهدر في السياسة رح يجي الناس تنتقد لذلك أنه يجب يجب أنه خيار الاستمرار في قمع الناس وقمع الحريات ستعود سلبا على الجزائري رغم السنين العشرية كاملة من القمع والتعذيب والقتل خارج أطر القانون إلا أنه في النهاية خرج الشعب الجزائري إلى الشارع لو كان القمع ينهي مطالب الشعوب في التحرك من أجل مطالب حريتها ما رنتها الأمر من زمان ونحن دائما أو أبدا أؤكد لهم أن الجزائريين وذي قلتها قابل الحركة الشعبي في عدة تلفزيونات أنه من يراهن على أن الشعب الجزائري سيظل صامت ره غالط في مجزرة مايو 45 قال أحد الجينيرات الفرنسيين أنا ذاك أن الشعب الجزائري سيلتزم الصمت ولن يتحرك قرن على الأقل من 45 إلى 59 سنوات إن دلعت ثورة التحرير من تراهن على أنه بالقمع والتسلط أنك ستسكت الجزائريين أنت غالط الجزائري ستسكته عندما تحترم كرامته عندما تعطيه حقوقه عندما لا تظلمه الجزائري يتحول إلى وحش كاسر إذا تعرض للظلم لذلك عندما تدي أبناء الجزائريين بسبب صفحات في الفيسبوك وتوجه لهم تهديد الوحدة الترابية وغيره 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 هذه التهم وكأنه من يكتب منشوره في الفيسبوك سيضرب الدولة الجزائرية أنتم تستصغيرون شأن الجزائر أنتم تستصغيرون شأن الجزائر الدولة لما تكون عندها مؤسسات قوية والله الرأي الآخر يزيدها قوة والدول عندما تكون هشة ما تملك مؤسسات وتخضع لأمزجة الأشخاص سواء عسكر أو من أصحاب المال أو أصحاب الإعلام أو أصحاب الجاه والنفوذ في هذه الحالة ستكون مزرد كلمة حتى من ولد صغير عمره ست سنوات قد تهدد عرش هؤلاء لأنهم يرون أنفسهم أنهم يمشون فوق الماء لكن واحد يكون يمشي فوق أرض صلبة في هذه الحالة أعتقد بأنه ما يخاف من كلمة بل الرأي الآخر يستغل وينتفع منه لأنه البلاد من المفروض أن البلاد ورشة من أجل أنه ستتسابق بأفكارهم بمشاريعهم أنا نجي مشروع أنت نجي مشروع أنا ننتقد مشروعك أنت تنتقد مشروعي واللي أحسن هو اللي مر واللي يستطيع أن يقنع الجزائريين يمر أنا قنعت اليوم الجزائريين بمشروعي ما درت لهم والو غد وليك فرصة أن تجي بمشروعك ودير حاجة ولكن أني نوصل ونمسك ما نزيدش نخلي نخرج من مكان ونهيمن على السلطة وما نخليهاش حتى الواحد حتى رغم أنه وعودي كاذبة رغم أنني لم أحقق شيئا فهذا هو سيعود بالوبال على الدولة وعلى الشعب لذلك إخواني الكرام بالمختصر المفيد أن مآسي المعتقلين في سجون الجزائر كارثية وأن مشكلة النظام أنه من المفروض كان ينظر بعين الاعتبار إلى هذه القضية ما بعد 22 فيفري 2019 ولكن للأسف بدل أن ينظر إلى هذا الأمر زاد فتح زنازين وسجون لآخرين يعانون تقريبا نفس المعاناة بتهم ثقيلة يراد منها أن لا يمكن أن يخرج أبدا تأتي إلى مثلا إلى الناشط رشيد نكازو تتهمه بتهديد الوحدة الترابية والله عجب لو قلت مثلا الدعوة إلى العنف أنت تعمله في مواد حتى يدي المؤبد ويقضي عمره كله في السجن هذا هو الهدف الهدف هو إبقاءه في السجن وليس الهدف هو إحقاق الحق والعدل أنا أقول هذا الكلام وأنا كل أغلب الرشيد نكاز نسبة كبيرة أنا ضدها ولكن لن أكون أبدا ضد حريته وضد حقه في التعبير على الرأيه كمواطن جزائري ولن أكون أبدا ولن أبارك ولن أبارك أبدا سجنه ولا وفاة في السجن ولا أي شيء من هذا القبيل لأن مثل هذه الأمور تحدث ستظل نقطة سوداء في صورة الجزائر ولن تستفيد منها إلا القوى المتربسة بالبلاد افتحوا المجال لأبناء الجزائر افتحوا المجال للكفاءات الحقيقية لا تحصر البلاد في سياسة معينة ثبت أنها فاشلة ولم تحقق شيئا بل أنها نهب الثروات البلاد وأساءت للعباد وشفناها وشفنا الكثير منها والله حتى لا أدري كيف أنه مسؤول ينام مرتاح البال وفيه مسجيد يعانون أذكر في هذا السيار أن في أحد الفترات كنت في السجن وكان أحمد وياحيى أنا ذاك وزير العدل واندلعت فترة حرق حرق للمطلات في القاعات وحدثت حالات وفاة واختناق وكذا تعرفوا وش قال لهم أو يحيى أنا ذاك طلب من مدير أحد السجون التي كنت أتواجد فيها قال لهم عندما يحرقوا المطلع أمنعوا عليهم البريكي والزراميات ما تخلوهم مش يدخلوا ولكن إذا حرقوا المطلع ما تحلوش عليهم خليها تموت قاعة واحدة وسيخاف الآخرون هذا أحمد وياحيى في ذلك الوقت لقلوا أحمد وياحيى رد بالك رح يجي نهار ربما تكون أنت سجيد ربما زاد قلها مقطع الكراسك ولكن ها هو الآن في سجن العبادلة في بشار بشار كان ينزلها بطائرة خاصة بش يشرب لاتاي هناك مع أصحابه ويرجع يستعمل طائرة رئاسية بش يروح يتقاهوا هناك ها هو الآن موجود في السجن وشفته في الجنازة في تلك الصورة الذليلة نحن لا نستشف بأي شخص حتى الظالم نحبونه الإنصاف والعدالة ولكن الله يمهل ولا يهم بلا أدن شك إخواني الكرام أن الحديث عن المعتقلين طويل جدا فهناك الكثير وهناك مآسي لا تحصى ولا تعد إننا نقرأ أجراص الخطر عن حياة هؤلاء وعلى كرامتهم وعلى آدميتهم وعلى حقوقهم فهل من مستشف لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله